السلام عليكم أصدقائي وإياكم أنس لا تنسى الصلاة على النبي فاتجر المقطع باللاعكات واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد زيدان قبال لاعب مانشستر ميناتد يصل إلى إسبانيا للالتحاق بالمنتخب العراقي وعلى الأكثر ناتين هاق مدرب مانشستر سيتابع زيدان قبال في هذه المباراة لأنها ضد منتخب كولومبيا كل التوفيق للاعبنا زيدان قبال وإن شاء الله الفوز على كولومبيا وصل وفد منتخب العراق إلى مقر إقامته في مدينة خيريز الإسبانية عصر اليوم الأحد وذلك استعدادا للدخول في معسكر تدريبي للفترة من 12 إلى 20 حزيران يونيو الحالي ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين والدياتين الأولى ضد منتخب كولومبيا في 16-60 مدينة فالنسيا والثاني ضد لينكولن ريد إيمس بطل دولة جبل طارق في 20-60 مدينة خيريز باشانك عبدالله وآلان محيدين يصلان إلى مطار مدينة أشبيل الإسبانية للالتحاق بصفوف منتخبنا الوطني في معسكره التدريبي الذي يقام هناك وصل مهترف نادي في زل البرتغالي أسام رشيد عصر اليوم الأحد إلى مطار مدينة أشبيل الإسبانية للالتحاق بصفوف منتخبنا الوطني في معسكره التدريبي الذي يقام في مدينة خيريز للفترة من 12 إلى 20 من الشهر الحالي تصريح إبراهيم بايش لقناة الرابع الرياضي يقول نحن واللاعبون المغتربون أخوة ونعمل معا على إسعاد الجماهر العراقية بتحقيق كأس آسيا وكذلك الوصول للمونديال كأس العالم المقبل نعم اخطأت ولكن العقوبة كان قاسية ممكن تكون ثلاث مباريات فقط ولكنني تقبلتها واحترمت القرار أمير العمارة وكيفن يعقوب يلتح قواما بوفد منتخبنا الوطني العراقي في معسكر إسبانيا محمد خلف يواجم زيدان إقبال من جديد يقول زيدان إقبال ما عنده فرصة 1% باللعب مع المنتخب الإنجليزي لهذا وافق على تمثيل المنتخب العراقي يعني ليش من يصير تجمع المحترفين مع المنتخب العراقي تيبدي السقط بهم وخاصة مع زيدان إقبال حيل شدت وياه ياخي جوز من كلامك هذا محتى الجماهير كرهوك وأيضا محمد خلف يقول لقواردي ولا مو مدرب كبير حتى ويا برشلونة ما سوى شيء وتمنيت أن يبقى الدور الأبطال حسر في قلبه العراق يتأهل لربع نهاية بطولة كأس العرب لكرة الصلاة بعد فوزه على موري تاني برباعية همان طارق لقناة رابع رياضي يقول لأشكر ثقة المدرب كاساس الذي منحني فرصة العودة بعد تقديم أفضل مستويات مع معاذر لا أعلم السر وراء حملات الفيسبوك ضد تراجع مستوي سابقا بسبب ظروف صعبة مررت بها في مقدمتها وفاة والدي رحمه الله الله يرحم والدك ويدخل فسيح جناته بحسب المصادر همان طارق يحمل شارة القيادة في مباراتي كولومبيا وبطال جبل طارق الوديتين لكونه أقدم اللاعبين في المنتخب الوطني كاساس مدرب العراق يستعين بمدرب قوة بدنية انضمام مدرب القوة البدنية مانوير سلادو إلى المنتخب الوطني العراق كباشر ماهام عمله بداية من اليوم الأحد في معسكر سود رافدين المقام في مدينة خيريز الإسبانية المدرب الجديد سيكون عمله في صالة الجيم مع اللاعبين لإرشاد اللاعبين في تدريبات خاصة لتحسين أداءهم البدني منتخبنا العراق الأولمبي يرتدي الزي الأخذر بمواجهة الأولمبي الأردني الذي يرتدي الزي الأبيض في المباراة التي ستقام غدا في الساعة التاسعة والنصف مساء في استاد المدينة الدولي في بغداد إن شاء الله الفوز لمنتخبنا الأولمبي العراقي قبل الالتحاق لمنتخب العراق أندريس الناطق هذا مباراة كاملة مع نادي سيريوس فاز فيها الفريق للمباراة الثالثة وليا بهدفين على غوتنبرغ الذي شارك بصفوفه على يفاض البدنية للثمنتعاش دقيقة بالجولة الثانية عشر للدور السويد الممتاز نادي الفيسبورغ أحمد قاسم حقق الفوز على أيك بهدفين مقابل هدف بمشاركة أساسية للعراق الشاب لغاية الدقيقة 68 تحت قيارة الحكم العراقي محمد الحكيم لواصل الفريق احتلال المركز الثاني بفارق نقطين عن صدارة الدور السويد الممتاز الصحف القطري علي عيسى يقول اللاعبين المحترفين ليس خيارهم الأول تمثيل المنتخب العراقي يقول أغلب المغتربين لا يعتبرون العراق خيارهم الأول وعمار علي يرد بقوة شنو أنت دخلت بقلوبهم يعني المفروض منك ما تتدخل المحترفين للعراق أنت ضيف بالعراق يعني هم ضيف وهم تحكي عن المغتربين العراقيين لشوف منتخبك القطري كلهم متجنسين مجلس الوزراء يوافق على إهداء مركبات صالون عدد 25 نوع نيسان سني سنة الصنع 2023 من وزارة الشباب والرياضة إلى أعضاء المنتخب العراقي وخمس مركبات إلى الاتحاد العراقي للكرة القدم وذلك بمناسبة إحرازه المركز الأول في بطولة كأس خليجي 25 لكرة القدم بالمونتاد التاريخي ريال مدريد كاستيا يتغلب على برشلونة بثلاثية نظيفة ويتأهل للمباراة النهاية المؤهلة لدور الدرجة الثانية